طعنة في خاصرة العراق طعنات كثر لكن البلاد تلتقط أنفسها متمسكة بخيط أمل جديد ينسجه برلمان جديد ينتجه واقع سياسي جديد ومن الجديد الذي تنتظره متعطشا لعراقك فإن خارطة طريق الانتخابات ما تزال متأرجح بين شد وجذب جديد التأرجح الذي يأتي بعضه عن قصد وبعض منه عن ظروف تضرب مشواره القانوني تعود مخاوف تأجيل العملية الانتخابية المبكرة بسبب تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخاب الجديد طعن قد يحيل الانتخاب إلى تأجيل يصل مداهما بين أربعة وخمسة شهور على أقل تقدير أما الأسباب فكلها تصب في حقيقة واحدة تؤكد شعور جهات سياسية بخسارة المسابقة الديمقراطية أو خسارة الكرسي النيابي ونفوذه وهذا ليس بالجديد فقديم الحكاية كانت وما تزال تحاول الدقة بمسمار التأجيل خوفا ورعبا من الخسارات الشخصية لا حرصا على نجاح العملية السياسية أما الأيام التي تشهد عصفا وماكوكا لا يتوقف من بناء الاستعدادات التي تسبق الآن مرحلة التصويت فهي تظهر عنوانا غاسخا لدى الطيف السياسي والشعبي وثيمة ثابتة بالإجماع على إجراء الانتخابات في موعدها المعلن وثم تم يعزز صناعة برلمان حر ونزيه بنهج ينطق به الشارع ويعززه العقل المتزن في حوارات وكلمات عقلاء البلاد بعيدا عن ضجيج المصالح